هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة والذي ترتكب فيه قواته المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويركز جيش الاحتلال هجماته خلال الفترة الأخيرة على مناطق جنوب قطاع غزة لا سيما في خان يونس بالإضافة إلى مناطق وسط القطاع نحو أربعة أشهر على بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل بلا هوادة في ظل أزمة إنسانية طاحنة يعاني منها الفلسطينيون في القطاع في خان يونس جنوبي قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال جرائمه في المدينة التي أكد المتحدث باسمه أن العمليات تركزت فيها خلال الأسابيع الأخيرة حيث تواصل القصف العنيف على مناطق مختلفة فيها وتم استهدفه مسجد الفاروق الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل جيش الاحتلال قصفه العنيف لمحيط مستشفيي ناصر والأمل في جرائم جديدة تضاف لسجل جرائمه الحافل كما وصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وشنت كذلك غارات عدة على مدينة رفح جنوبي القطاع تتزامن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مع أزمة تشهدها وكالة الأنروا بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفا بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر فيما زعم تقرير للموساد بأن 190 من موظفي الأنروا ينتمون لفصائل فلسطينية وبعد الاتهامات التي وجهت إلى الأنروا قررت أكثر من عشر دول منحة بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا تعليق تمويلها للوكالة في انتظار توضيح لهذه المزاعم من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم للأنروا لمواصلة دورها الإنسانية مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة ويكتمع جوتيرش مع المانحين للأنروا لإقناعهم بمواصلة دعم الوكالة في خضم الأزمة الجارية وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبسبب هذه الأزمة أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنية بالحق في الغذاء مايكل فخري أن المجاعة أصبحت أمرا لا مفر منه في غزة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا